أمر الثاني هي بتقول لحط الميكم الخفيف اللي هو مش هيبقى شيء مثير سواء أولا حط الميكم منوش دعا بالصيام يعني ليس هو من المفترات ليس هو من المفترات لكن السؤال بقى إن هي لو حطته كانت تقصد الإثارة وهو دات لا يكون حرام لكن لو حطت الأمر دات اللي هو يكون موافق لون البشرة فيكون جائز وليس فيه شيء يبقى إذن هو لا علاقة له بمسألة إيه الإفطار لإن إحنا ربنا ابتلانا بشوية ناس كده مجموعة من الناس بيحبوا يفسدوا عبادات الناس باعتبار أن هم مسؤولين على توزيع العقوبات ربنا سبحانه تعالى جعلهم بيديهم توزيع العقوبات وتوزيع إفساد العبادات إيه اللي بيحصل يقولك صيام ما اللي يصلي باطل صيام المتبرجة باطل كل الكلام ده كلام لا أصل له فيه واحد صايم صايم يعني ممسك عن الطعام والشراب عن شبتاء الفرج والفم خلاص لا بيأكل ولا أتى زوجته ولا فعل أي شيء من هذا صيامه صحيح وممسك فبلاش هذه الطريقة اللي فيها والعزب الله إخراج الناس من دين الله إخراج الناس من دين الله يعني إخراج الناس من فهم هذا الدين فلذلك لأ الصيام صحيح وليس فيه أدنى شبه عشان بس حد ما حدش يتلاعب ده ويحاول يقول للناس إن الصيام كده فيه شبه لأنه هو إذا ما قدرش يخلي الناس مقتنعين بفساد الصيام يخليه يشك في صيامه ودوة اللي بس ع دائرة الأسواس عند الناس والعزب الله نعم